حوالى أربعة آلاف صاروخ تقول فصائل المقاومة الفلسطينية أنها دكت بها المدن والمستوطنات الإسرائيلية إلى بئر السبع وحيفا وتل أبيب وحتى الخضيرة وصلت هذه الصواريخ إسرائيل قالت أن قبتها الحديدية أسقطت الكثير منها لكنها اعترفت في الوقت نفسه بأنها تسببت بشلل كبير إلى درجة أن معظم شركات الطيران العالمي على سبيل مثال رأت أن مطار بينجوريون غير آمن وألغت رحلاتها إليه تنوعت الصواريخ التي استخدمتها المقاومة من قضاء فلهون وصواريخ 107 للمستوطنات القريبة وصولا إلى الصواريخ البعيدة المدى من نوع فجر 5 وبراق 70 و100 وصواريخ M75 وR160 وجي 80 الجيش الإسرائيلي رهن منذ الأيام الأولى للعدوان على تدمير منصات الصواريخ وبالتالي على أبعاد خطرها عن المستوطنات والمدن الرئيسية لكن مع دخول عدوانها أسبوعها الرابع ما زالت صواريخ المقاومة تتساقط على المستعمرات والمدن الإسرائيلية وبالزخم نفسه وما زالت تل أبيب وحيفا والخديرة وبئر السبع تتعرض لسقوط صواريخ بعيدة المدى إسرائيل اعترفت بأنها فوجأت بتطول قدرات الصاروخية للمقاومة ولسيما لناحية دقتها في إصابة الأهداف والقوة الدافعة للصواريخ إضافة إلى القوة التدميرية لها إسرائيل اعترفت أيضا بأنها باتت تواجه معضلة القضائف القصيرة المدى كالهون وصواريخ المئة والسبعة لكون منظومة القبة الحديدية لا تستطيع رزها وأحدها أدت خلال الساعات الماضية إلى مقتل خمسة جنود وجرح عدد آخر في أشكول أما المقاومة فتقول إن إسرائيل واهمة إذا ظنت أنها تستطيع إيقاف إطلاق الصواريخ وتضيف أن مفاجآتها في هذا المجال عديدة